ينضم بلين من بيروت نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أستاذ نجيب أشكرك جزيلا لتلبية الدعوة لدي الكثير من الأسئلة لأطرحها أود أن نبدأ بداية بالتساؤل الكبير اليوم على الساحة اللبنانية إذا كانت كل الطبقة السياسية في كل أحد متهم ينفي علاقته أو علاقته ويقوم بالقاء اللوم على الطرف الآخر أو على إعطاء أسباب أخرى اليوم من المسؤول لك؟ مساء الخير مساء النور في الواقع أعتقد أن الصوت رديء جدا لم أسمع إلا كلمة ترحيب به بقى شكرا للترحيب به وأرجو من الفنيين تحسين الصوت تمام سنعمل على ذلك أكثر الاتصالات شوي صعبة عم بنعاني بالاتصال بلبنان أستاذ نجيب مرة جديدة من هو المسؤول عما يجري في الشامع؟ لم أسمعك بوضوح بتاتا مرة جديدة هل تسمعني الآن؟ أسمعك المسؤولية السؤال الطبيعي ألا تعتقد أن بعد أسبوع من هذا الحراك أفوا لا تعتقد أنه بعد أسبوع من هذا الحراك التساؤل يكون أن الحمد لله لم يحصل شيء في هذا الأسبوع هذا إن جاء حتى الآن لم أسمع ما تقول أستاذي هناك تأخير في الصوت فقط لا غير يعني أنا يصلك سؤالي متأخرا فأعذرني ممكن يبدو كأني بقاطعك بالنسبة لحضرتك ولكن أنا لا أقاطعك الصوت يصل متأخر لحضرتك لبعد المسافة فقط فضل أكمل الإجابة أستاذ نجيب السؤال السؤال الذي يسأل أن أي اضطراب في الساحات أعتقد أنه أمر طبيعي في لبنان اليوم الإنجاز الكبير أن حتى هذا الأسبوع مضى على هذا التحرك ولا يزال الساحات واحدة المطالب واحدة أي حادث فردي لن يؤثر على شيء خاصة أن القوى الأمنية بشكل عام والجيش بشكل خاص هو مسيطر على الوضع حامل المواطن وحامل الرأي كل الأراء في الساحات هذا مهم جدا ولا أعطي قيمة كبيرة لما حدث اليوم نرجو أن نتجاوزها وأن نركز على التحرك هذا التحرك السلمي الذي يطالب به كل المواطنين الموجودين في الساحات إن كان في بيروت أو في مناطق جبل لبنان أو في صيدة أو في صور أو في ناطي أو في مدينة طرابلس حيث قمة الصراخ الحضاري الموجود في طرابلس يعبروا عن رأيهم بالواقع الحالي الموجود في لبنان إذا لم يتضح المسؤول يا أستاذ نجيب سيكون من الصعب إيجاد حل هذا السؤال مهم اليوم لا نستطيع القول أيضا بأن هذا السؤال لا يحتاج إلى إجابة اليوم كيف الحل برأيك اليوم كيف شكل الحل تقول حضرتك حتى نتجاوز الموضوع كيف ممكن يتجاوز لبنان الموضوع قبل أن ننظر إلى الحل ننظر إلى أسباب هذا الحراك وهذه الصرخة الكبيرة الأسباب هي أسباب أسباب سياسية لأن المواطن لم يعد له أي ثقة بالسياسي ولا بالوعود التي يطلقها السياسي أسباب اقتصادية الإحجام وتقليص دور الكطاع الخاص وتقليص الأعمال في لبنان والنمو السلبي الحاصل بالوقت الحاضر أسباب اجتماعية هي عبارة عن بطالة ووجوع يحوم على فوق رؤوس اللبنانيين هذه الأمور الثلاث هي الأسباب عندما نرى هذه الأسباب علينا أن ننظر إلى المعالجة المعالجة لا فكرة التقم السياسي المسؤول عنها الجميع فمطلب الطبيعي أن يحصل تغيير بالطبقة السياسية أنا أقول المسؤول عنها القيمين عن السلطة التنفيذية يوجد سلطة تنفيذية هي تنفذ وهي المسؤولة أمام المجلس النيابي وأنا هنا أتكلم كنائب وكمراقب أما أن لا ثقة بين المواطن والمسؤول من هنا المهم عندما نبدأ بأي حل علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع كيف يمكن أن نعيد الثقة وربما الأسرة بإعطاء نعم مسؤولية الحكومة الحكومة بشكل عام وليس شخص بشكل خاص الحكومة بشكل عام وأنا قلت أن على الحكومة أن تستقيل وأن يتم تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري تكون حكومة اختصاصيين لكل وزير حقيبة ضمن اختصاصه وأن تكون هذه الحكومة حكومة تسمى حكومة انتقالية من أجل إقرار الإصطحاط إقرار الموازنة في مجلس النواب ثم إقرار قانون انتخابات جديد يؤدي إلى استقالة النواب وانتخابات نيابية جديدة هذا هو برأي الحل لإعطاء الثقة إلى الطبقة السياسية اللبنانية لإعطاء الثقة إلى النظام الديمقراطي اللبناني هذه هي آليات الحل طيب تمام أنا أقدر أطرحك أطرح من الداخل اللبناني ينظرون إلى أن الرئيس الحريري رئيس الوزراء الحريري كان من المفترض أن يلعب الدور الذي أنت لعبته أو أن يستلم منصب الذي أنت استلمته هل ترى بأنه فشل من وجهات نظرك أستاذ نجيب وأرجو إذا سمحت لي أن تجمل في إيجابتك موقف الرعاة الدوليين نتكلم الدوحة كانت في مرحلة من المراحل الحل الطائف كان في مرحلة من المراحل الحل اليوم وين المدينة أين هي المدينة المقدمة ممكن إعادة السؤال تمام ينظر كثيرون إلى أن رئيس الوزراء الحريري كان من المفترض أن يلعب الدور الذي لعبته أنت كيف تقارن المرحلتين لماذا هو فشل أنت نجحت لا أعتقد فشل بقدر ما هو تكتيك بالتوقيت يمكن أنه يحضر الأمور لكي تكون الأمور ناضجة تماما لعرضها على مجلس الوزراء ثم تحويلها إلى مجلس النوال هذا ما أعتقد ليس فشل لا يستطيع أحد اليوم أن يظهر بالفشل أمام هذا الضغط الشعبي مستحيل تظهر بالفشل الرئيس حريري يقوم ولكن أعتقد أنه ربما تكتيك يتعلق بالتوقيت طيب تمام رعاية الإقليميين وين اليوم أستاذ نجيب أين هم الدوحة كانت حل بمرحلة من المراحل الطائف كان حل في مرحلة من المراحل هل هناك مدينة جديدة يعول عليها وأن تكون راعية لحل في لبنان ولا لا لا يمكن لا يمكن أن نقارن الدوحة بالطائف الطائف هو وضع أسس لهذه الجمهورية ومنه ترجمت إلى مواد دستورية الدستور الأساسي هو الاتفاق الذي وضعه بالطائف ويجب علينا العودة إلى اتفاق الطائف وإلى الدستور بحزفيره لكي يكون بتطبيقه كاملا هذا الدستور في الواقع له مروحة كاملة يرضي العلمنيين يرضي المدنيين يرضي كل الطواف بمجلس الشيوخ يعني أنا أقول لك بصراحة ونتيجة التجربة والخبرة لي بالممارسة السياسية لا يزال اتفاق الطائف والاكتفاق الأفضل لتطبيقي من الذي تغول على هذا الاتفاق هو عبارة عن بدعة من الذي تغول على هذا الاتفاق أستاذ نجيب ومن ثم أيضا التشفية الرئاسية اليوم هي أيضا بدعة أخرى هل حزب الله هو من تغول وانقلب على الدستور ولا لا اليوم اليوم الممارسة من المسؤولين جميع المسؤولين وهذا الاتفاق الطائف وهذا الدستور مؤتمع عليه فخامة رئيس جمهورية الذي هو رئيس السلطات وهو الذي حلف اليمين الدستورية على احترام الدستور عليها أن يطبق الدستور وأن لا يسمح لأحد أن يعرك الدستور كائم من يكون هذه هي المسؤولية لنعود إلى الطائف اليوم ذكر فخامة الرئيس في خطابه أنه ربما لا يستطيع أن يأخذ القرارات بسبب الطائف على العكس لو يطبق الطائف الإجابة لم تكن واضحة عم تقول لي الدستور الطائف يرضي الجميع اليوم هناك من عطل عمل أرضاء الجميع السألتك عن حزب الله قلت لي مسؤولية الرئيس هي تطبيق الدستور اليوم وضمان أن لا يعرقل من قبل أي أحد ما فهمت المسؤولية على الرئيس ولا أقول حزب الله خلينا نتكلم بصراحة شوي اليوم إذا سمحت لي أستاذ نجيب كما اعتدنا على صراحتك لنتكلم بصراحة أنت تحمل المسؤولية لمن هو بالمسؤولية لا أستطيع تحميل المسؤولية إلى من هم ليسوا بالمسؤولية المسؤولية اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب ومجلس النواب هو عليه هذا الانتظام السياسي الانتظام السياسي والأساس لا أستطيع أن أحمل فريق على أنه يعطل 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 الدستور ويعطل الاتفاق الطائف الاتفاق الطائف مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة المجتمعة يعني إذا نعود إلى الانتظام العام صدقا أقول الكل سيكون مسرورا ويكون مطمئنا إلى مستقبل البلد أما إذا كان كل واحد مننا يقرأ بدستوره ويقرأ بنظامه الداخلي ويحاول أن يدير البلد لسوء الحظ لا يمكن إدارة البلد بهذه الطريقة هناك من يرى بأن ضعف الطائفة السنية ضعف السنة في لبنان اليوم هو أحد أسباب الوضع الذي وصل إليه لبنان اليوم هل نستطيع القول ذلك بشكل أو بآخر لم تستطع حتى الطائفة السنية أن توقف أو تصبح جزءا معطلا لما يمكن تمريره من باقي الأطراف في السلطات اللبنانية اليوم أستاذ نجيب هل هذا هو واقع الحالة المظلومية السنية بشكل أو بآخر ممكن السؤال حساس ممكن إعادته بطريقة هادئة بكي أسمعه جيدا منفضل بطريقة هادئة جدا حتى يكون هناك توازن في أي سلطة في العالم يجب أن تكون هناك قدرة على تعطيل مرور قرارات بشكل أو بآخر نعم بوجود تمثيل سني ووجود السنة في لبنان والتقسيمة التي تعرفها وكلنا من يعرفها اليوم هل لم يعد بمقدار السنة بطبقاتهم بالطبقة السياسية الموجودة لديهم القدرة على تعطيل أي شيء يود تمريره العهد يود تمريره حزب الله تود تمريره قوة سياسية أخرى تفوق السنة قوة عفوا أنا لا يمكن أن أقول ضعف طائفة أو قوة طائفة أنا أنظر إلى القوة المجتمعة للبنان والجمهورية اللبنانية ليس اليوم السنة في حالة ضعف غدا الشيعة بالأمس كانوا المسيحيين ربما غدا تكون طائفة أخرى ليس هكذا لبنى الأوطان اتفاق الطائف لو نطبقه كل سيكون ويشعر بأمان بهذا الوطن السنة لسنة ضعفاء اليوم نحن جميعا كل السنة في لبنان متضامنين ونحن وراء تنفيذ اتفاق الطائف وتطبيقه كاملا وتطبيق دستور وهذا يجب أن ينتظم هذا يجب أن ينتظم بعض الشوائب حصلت خلال تشكيل الحكومة الماضية نعم شكل النوع من استفزاز للطائفة ولكن علينا أن نتجاوز المواضيع لأن الهم الأساسي هو لبنان وليس الهم طائفة من هنا أو طائفة من هناك أنا يهمني الطائفة لأننا جزء من هذا الوطن ولكن الأهم أن نجتمع جميعا على كلمة سواء لبناء الوطن هذا هو الأساس تمام لماذا إذن أنت كنت أول المستهدفين بقضايا الفساد المطروحة فضل هذا أمر لسوء الحظ ما يحصل هو عبارة عن قدرة استعراضية للنظام لكي يستهدف ولكي يشعر العالم أنه كأنه حقيقة هو يحارب الفساد وهذا لسوء الحظ سينقلب على النظام أي نظام في العالم أي نظام في العالم يسيس القضاء يستعمل الجيش لنزواته لنزواته الزاتية يحاول إسكاة الإعلام هذه مؤشرات سيئة للنظام وهذا ما نراه اليوم ما نراه اليوم هو ما حصل معه هو تسيس للقضاء هو تسيس بامتياز لعملية للقضاء ليس بأي طريقة قانونية ما وضع ولا ليس له أي أسباب قانونية ولا بشكل من الأشكال ولكن لا أتطلع إلى القانون على الرغم قلت أنني أنا تحت صقف القانون وألتزم وملتزم بالقضاء كاملا ولكن ليس هو الأساس الأساس اليوم استعمال القضاء للتسيس أنني كنت من الأشخاص الذين امتنعوا عن انتخاب فخامة رئيس الجمهورية أنني من الأشخاص الذين ينادون بتنفيذ اتفاق الطائف واستكمال تطبيق الدستور اللبناني والمحافظة على مقام رأس الوزراء أنني من الأشخاص الذين قلت أنني أؤيد التحرك المدني الحضاري الحاصل على كل أراضي لبنانية وخاصة في مدينة طرابلس أنني التي قلت أن حكومة جديدة يجب أن تؤلف بدون حمولات إضافية وخاصة بدون الوزير جبران بسير كل هذا في اليوم التالي حصل ما حصل حصل ما حصل حصل هذه واحدة التسيس القضاء نحن نعلم أن الجيش اللبناني الجيش اللبناني اليوم يقوم بدور جبار يقوم بدور أساسي بحماية المواطن وحماية الرأي وهذا هو أساس نعلم أنه وجد ضغوط على الجيش اللبناني لإستعماله لنزوات خاصة نحن شوي طلعنا إسكات الإعلام طلعنا تمام ونحن كنا نشوف قضية إسكات الإعلام قبل قليل من مراسلتنا في بيروت ولكن شوي طلعنا عن القضية هذا الموضوع سيكون له صدى كبير اليوم أفوا أستاذ نجيب إذا اتكرمت عليه سيكون له صدى كبير هذا الاتهام اليوم وبوصفك بقوة الدولة وتستطيع تمرير كل شيء ولا أحد يمكن أو النظام كما وصفته معلشي على هدوء إذا تريد على هدوء ما عم بيسمعك ضجيج وعلى هدوء ممتاز مع كلامنا حضرتك منذ بداية اللقاء أفهم بأنه لا يمكن لأحد إيقاف ما تستطيع أو يستطيع النظام أنا أعطيك علم الصوت رديء جدا تمام لا يستطيع أحد إيقاف ما يود النظام تمريره ماذا إن مرت ماذا إن تم اتهامك أو تم توجيه الاتهام بالفعل ماذا إن مرت اليوم وتم تسلسة قضية تمام ماذا وإن نجح النظام بتأطيرك بالاتهام ماذا سيحصل بعد ذلك أنا ملجأ أكيد هو القضاء ينجح النظام باستعمال قاضية قاضية تدبع للتدبع تدبع للنظام وتدبع الأوامر للنظام ما احترامي للجميع أنا بانتظار هذه أدعت إنها إدعاء وليس حكم إنها تشب هل على 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 القاضي أن ينظر بهذا الموضوع وأنا على يقين بأن في لبنان يوجد قضاء لهم عندهم الاستقامة ولهم ويعرفون تماما معنى العدل وخاصة بوجود رئيس مجلس القضاء أعلى ووجود مدعى عن تمييز اليوم ووجود نادي القضاء والقضاء الذين يتمتعون بمقدار كبير من المناقبية أعتقد أن هذا مؤشر مهم جدا على أن استقلالية القضاء يجب أن تثبت اليوم هذا ما نبغاه جميعا وإذا كان العكس فأقول لك السلام على لبنان شكرا ناجيب مقات رئيس الوزراء اللبناني الأسبق مباشرة من بيروت سوى